عقدت لجنة اليقظة وتتبع بإقليم شتوكا إتباه بمقر عملة الإقليم اجتماعاً لتدارس عدد من الإجراءات الاستباقية التي تم إطلاقها لمواجهة عكاسات التقلبات المناخية وتأثير موجة البرد على الساكنة المحلية وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم السيد جمال خلوق وحضره رؤساء المصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية استعراض مختلف الإجراءات والتدخلات المتخذة للتخفيف من تدعيات التقلبات المناخية التي عرفها الإقليم مؤخراً وتم في هذا الإطار إحداث لجنة محلية لليقظة بجماعات الترابية المستهدفة كما تم التعبئة مختلف الوسائل المادية والموارد البشرية وجعلها رهن إشارة السلطات المحلية قصد التدخل في الحالة الضرورية اتخذت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كافة تدابير الاستباقية والإجراءات التي تمكن الاستعداد المحكم لهذا الموسم الشتوي الحالي 2020-2021 وذلك بتعبئة كافة الوسائل البشرية من أطور وتقنيين وسائقين وكذا جميع الوسائل اللوجيستيكية من آليات ومعدة التدخل من أجل التدخل الآن والعاجل في جميع المحاور الطرقية التي تعرف بعض الارترابات ناتجة عن تساقطة المطارية أو التلجية أو ارتفاع منسوب الأودية والمجاري المائية وفي إطار عمليات رعاية التي تهدف إلى تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجة البرد سيتم إنجاز عدد من التدخلات منها تنظيم وحدات طبية متنقلة ومرقبة صحة النساء الحوامل والتكفل بهن هذه عمليات رعاية التي تهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجة البرد فيها مجموعة الأنشطة منها الوحدات الطبية متنقلة التي ستكون على صعيد ثلاثة الجماعات التي تشبر هذه الأوبراسيون وهما جماعة إيداوغنديف تانيلت وكذلك جماعة أوغنز وكذلك ستكون فيها مراقبة الحمل بالنسبة للنساء الحوامل التي توجدوا في هذه المناطق للتذبع الحمل لهم وينفوصلوا للوقت للولادة تم النقل لهم عن طريق سيارة الإسعاف إلى المشتفى الإقليمي أو إلى المركز الصحية القريبة وشكل اللقاء مناسبة للوقوف على تدخلات عدد من المصالح القطاعية بالإقليم خاصة تدخلات مصالح وزارة التجهيز والنقل من خلال عمليات ميدانية تهم على الخصوص إصلاح بعض المحاور الترقية المتضررة وفتح المسالك في وجه حركة المرور